مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وطريق التالي ماذا تعرف عن عراف المخابرات المصرية؟ أو ماذا تعرف عن دافي كريميهال؟ أو أشرف فؤاد الطحان؟ كلها مرادفات لشخصية واحدة وحيدة نجح رجال المخابرات المصرية في هذا التوقيت من الأهمية بما كان ومن الخطورة بما كان أن يقوم بزراعة هذا العنصر البشري داخل المجتمع الإسرائيلي بل كان ضيفاً على الجنرال كوهين قائد المنطقة الشمالية في خط برليف القصة تبدأ بزواج لهيلجا بتروفا وهي روسية من أصل أوكراني وفؤاد الطحان الأم كانت روسية والأب كان مصرياً وكان النتاج هو أشرف اللي مات والده قبل ما يتولد بيوم وتقاسم أهل والده وأهل والدته زيارات أشرف ما بين روسيا وما بين القاهرة كان عنده رحلة الشتاء ورحلة الصيف ولكن كان مرتبط جداً بأهله في مصر وكان مرتبط جداً بمنت عمه وفاء الطحان اللي كانت من إسكندرية في الوقت ده وصلت سنه لعشر سنين والده أو جده لوالدته خده روسيا وما رجعوش تاني مصر كبر أشرف وعرف أنه هو يسافر لوحده بالفعل رجع على إسكندرية يدور على أهله وجد البيت مهدود راحت كل طموحات أشرف في البقاء في عيش بين أسرة دافئة وهنا يجي قيمة المجتمع الشرقي برغم كل السلبيات اللي ممكن تكون موجودة ولكن يوجد شيء أهم جداً وهو دفء الأسرة هذا الدفء الذي كان زي المغناطيس بمثابة المغناطيس الذي جذب أشرف الطحان من روسيا إلى مصر بدأت تضمر حياته وبدأ يعيش كالمتسولين في الشوارع حتى التقفته أيدي مخابرات المصرية وهنارمز للظابط اللي هو يعني بدأ العملية برمز الظابط عصام مثلاً يعني دافي كرنيهال كانت فكرة يمكن أن تكون من المستحيل بمكان تنفيذها إن أنا هزرع دافي كرنيهال اللي هو أشرف الطحان في الأصل داخل المجتمع الإسرائيلي ويتم تهجيره مع المهجرين اللي بيهجروا من روسيا كيهودي روسي ويعيش في إسرائيل وبالفعل تمت الفكرة بعد التدريبات من ضباط المخابرات المصرية لدافي كرنيهال أو لأشرف الطحان أهلتهم يكون عراف يعني يا عراف هنشوف دلوقتي بالفعل دخل إسرائيل وكان مكانه في الكيبودز الكيبودز دي اللي هي المناطق اللي بيكون فيها الحقول والمزارع احنا عارفين مجتمع الإسرائيلي عنصريته مصنفة ليهود أشكيناز دول اليهود الأوروبيين والفلاشة اللي هما يهود أفريقيا والسفرديم اللي هما يعني في الوسط القيادات العليا والوظائف المرموقة لابد أن تكون من نصيب الأشكيناز وكان الكيبودز بداية انطلاق العراف دافي كرنيهال في الكيبودز كان اتعرف على إسر إسر دي يهودية من أصل عراقي وولدتها كانت راشيل وفجأة في إحدى الليالي يهزي دافي كرنيهال ويقول أن بارون بلونسكي كان مخطئا فيما فعل وآنا الأوان أن يدفع تمن غلطته مين بارون بلونسكي؟ بارون بلونسكي هو أيضا يهودي عراقي من أصل عراقي كان على علاقة بإستر ونتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي وتبرأ بارون بلونسكي من إستر وغادر البلاد وكان موجود في إحدى الدول الأوروبية وانقطعت اتصالاته وبعد يومين من نبوءة دافي كرنيهال ببارون بلونسكي يأتي خطاب إلى إستر وولدتها راشيل بيعتذر فيه عن اللي هو عمله ومنصاحب لهذا الكلام تشيك بمبلغ مالي تعويضا عما فعل من يعني إنكار لإستر انت عارف طبعا الفلوس بالنسبة للمجتمع اليهودي هي في المقام الأول ومن هنا بدأت الناس تتكلم عن دافي كرنيهال ده النهاردة بيتكلم عن بارون بلونسكي بعد يومين بارون بلونسكي بيبعث لإستر والراشيل المبلغ المالي والاعتذار طب هو عارف منين الواقعة وقعت إن في حمل وإن كان في علاقة بين إستر وين بارون بلونسكي هقولها لكم بعدين طب دي النبوءة الوحيدة اللي أهلت دافي كرنيهال أبدا في إحدى الاحتفالات في الكيبودز بردو فجأة كده يهزي بغسط الحفلة وهم بيشربوا النخب ويقول خسارة أكبر محراث يعتل كل المهندسين تاني يوم راحوا للمزارع بتاعتهم قالوا لي قالوا له فلتت منك يا دافي كل المحاريس كويسة في اليوم التالي أكبر محراث في الكيبودز اللي موجود فيها دي المزارع يعتل لا أبقى دا كده الموضوع مش سهل دا كده دافي كرنيهال بالفعل عراف دا بيعرف كل حاجة وزاع صيد دافي كرنيهال من الكيبودز إلى تل أبيب لتأتي سيارة مصفحة سوداء اللون وبها اثنان من الحراس يصطحبوا دافي كرنيهال إلى فين؟ إلى تل أبيب حيث الوجهة التانية الوجهة التالية كانت إلى منزل الجنرال كوهين عن طريق زوجة الجنرال كوهين أنتم عارفين كواس جدا أن الستات تموت في الحاجات دي تموت في الفنجال تموت في قرية الكف تموت في بختك اليوم في حظك اليوم تموت في كل ما هو خارج عن إطار الطبيعة تستضيفه في بيت الجنرال كوهين ويصبح عرفها المدلل وفي إحدى الحفلات في منزل الجنرال كوهين يحزي كعادته دافي كرنيهال وينظر إلى زوجة سكرتير وزير الصناعة الإسرائيلي ويقول له حاجتين موضوع مراسك اللي في غزلافيا مش هيتم وجوزك في خطر شديد يومين اثنين ويتم القابضة على سكرتير وزير الصناعة الإسرائيلي في قضية رشوة شهيرة ومن هنا يأتي دور أكبر لضافي كرنيهال إيه دا؟ دا بيعرف كل حاجة قبل ما تحصل إلى أنه تنبأ للجنرال كوهين نفسه أنه هيتم ترقيته في الفترة القادمة وبالفعل تم الترقيت الجنرال كوهين وقد تكون دي صدفة وليست يعني عمل مخابراتي أو تخطيط أو تجهيز والترقية كانت أنه مسؤول المنطقة الشمالية بقاط برليف المنيع هذا الخط الذي كان حديث الإسرائيليين عنه لا ينقطع بأنه الخط المنيع الذي لا تستطيع القنبلة الدرية أن تدمره ودمر المصريين بالماء وبالفعل بدأ دابي كرنيهال ياخد مكانه عند الجنرال كوهين وعند كل جنرالات الجيش الإسرائيلي باعتبارهم بيجوا دايما في حفلات عند الجنرال كوهين طيب بدأ يطلب منه بقى الجد بقى احنا كده كل اللي فات ده كان هزار احنا عايزين الجد بقى ايه الجد؟ احنا عايزين اتصور لنا خط برليف بالاتصال مع الضابط المسؤول عن العملية وتمت ده أو تمت طلب ده بعد رحلة أبروس ولما ده بكرنيهال طلب من الجنرال كوهين أنه يسمح له أنه يسافر أبروس في رحلة وكان متوقع أنه هيرفض الغريب النوافق وقال له ألف شيكل كمان عشان تنفق في هذه الرحلة وأنا كمان جاي الرحلة دي الرحلة دي كمين اللي منظمها شركة أو شركة سياحة إسرائيلية اسمها ايه؟ حدش عرف ماجي تورز سمعت الاسم ده قبل كده اه في مسلسل رقفات الهجان ماجي هي البنت الكبرى لشارلي سامحون اللي أعطى ديفيد اسمه أو اللي هو رقفات الهجان اسمه ديفيد شارلي سامحون ماجي تورز في هذا التوقيت كانت بتعمل رحلات طرفيهية وسياحية لأوروبا وتركيا وأبروس وكل المناطق دي في الرحلة دي سافر دافي كرنيهال على طيران العال إلى أبروس والطاقة هناك ضابط العملية اللي احنا رمزنا له أو ادينا له رامزة اسمه وبدأ يدي له الحبر السري علشان يبقى فيه مكاتبات لأن احنا داخلين في الجاد دي بقى خلاص الهزار خلص بعد كده رجع وقال لجنالكوهين ان هو هيصاحبه في إحدى الرحلات في شغله وبالفعل راح بعد حصوله على كاميرا عالية الجودة بدأ يصور المناطق الحصينة في خط بارليت من الداخل وبعد مصور وعمل تأرير كامل بدأ يختر الجهة اللي بتتعامل معاه في أبروس من المخابرات إنه جاهز وبالفعل راح له عميل داخل تل قبيب تسلم منه هذا الميكوفيل اللي بطريقته هو الده المصر طيب منين بقى عارف موضوع بارون بلونسكي منين عارف موضوع المحرات بارون بلونسكي كان عايش في دولة من الدولة الإسكندراتية وكان فيه أحد عملاء المخابرات أيضا في هذا التوقيت وهو بيكتب عن الحاجات اللي يعرفها تكلم عن وقعة بارون بلونسكي خلي بالحضرتك أبسط الأشياء اللي ممكن أنت لا تتخيل أن لها قيمة في عالم المخابرات يمكن أن يكون لها أثر عظيم في عملية أخرى زي موضوع إلي كوهين تم الكشف عنه عن طريق رفض الهجان في رحلة للمغرب واتكلمنا فيها قبل كده وممكن نتكلم فيها تاني المهم راحة الصور وبالفعل بدأ يطلب منه الإخلاق الفوري خلاص مهمتك انتهت إخلي من تل أبيب طب الإخلاق هيتم إزاي؟ الإخلاق هيتم أيضا عن طريق شركة ماجي تورز في إحدى رحلاته على شركة العالي الإسرائيلية من تل أبيب لأبرس ومن أبرس إلى القاهرة ويأتي في القاهرة ويحصل على مرتب ثمان سنين من سنة تمانية وستين لسنة تلاتة وسبعين وطبعا في الوقت ده كانت قواتنا عبرت من الناحية الغربية إلى الناحية الشرطية لقناة من الضفة للضفة وكان النصر المبين وتدمير خط برليف المنيع وتدمير كل هذه الحصون وكانت المفاجأة أيضا ليس المرتب فقط لمدة ثمان سنوات ولكن كانت المفاجأة وفاءا لوفاءه كانت وفاء ابنة عم أشرف الطحان أو ابنة عم دافي كرنيهال الذي قام بعمل بطولي بعد تدريبه من ضباط أكفاء في جهاز المخابرات المصرية وكانت قصته تعرف باسم عراف المخابرات المصرية في إسرائيل